برحباً برحباً طيب طبعاً مساء الخير على الجميع قبل ما ننتقل ست هالا كرم مدير في عام مصنع سوسنة يعني خلينا نحكي لأنه اليوم ختامها ميسك اليوم آخر يوم فعلي لا لاستقبال الطلبات وللجلسات التوعوية اللي احنا بلشانين فيها تقريباً شهر ونص يعني علشان نحكي واقعياً يعني احنا كان المطلوب واللي مقررينه حسب التيوار للمشروع انه نعمل ست جلسات التوعوية احنا فعلياً هاي الجلسة رقم 13 حبينا تكون الفائدة كحد أقصى للجميع هلا بتمنى من الجميع انهم يعرفوا بأن لغاية اليوم الساعة 12 استقبال الطلبات بعد هيك ما بنقدر لأنه بالآخر حتى الجوجل اونلاين فورم رح يكون موجود بالتواريخ امتى كل شخص قدم فأي اشي بعد 12 يعني بذكر بأحد المشاريع السابقة ممكن قعدنا 4-5 أيام نتناقش احنا والجهة المانحة رغم انه صار خلل وصار الموقع نتيجة الضغط عليه صار داون ويدوب سمحونا بانه نيجي ندخل الناس اللي كانت من قدمي بعد 12 بلايين ندخلها معي فليس اللي فيه لسه لحد الآن من ضمن الناس اللي تم التواصل معهم إذا فيه حدا عنده فيه اشي نواقص الابليكيشن تبعه ما فيه داعي يكرره النواقص تبعته لازم يزودنا فيها يبعتلنا إياها على الإيميل على إيميل وجدان اللي تواصلت معكم هاي أولا ثانيا يعني إن شاء الله من هولة 15-12 راح تكون عملية التقييم جاهزة ورح نبلش بالمحل البعديها خلال الأسبوع أو خلال الأيام اللي جاية رح يصير فيه تواصل مع المتقدمين علشان نعمل ممكن نعمل مقابلات عن طريق الزوم علشان نتأكد من بعض المعلومات اللي موجودة بالابليكيشن الآن نحكي عن الموضوع الأساسي تبعنا اليوم إحنا كان المفروض يكون مع ست هلا المهندس علاء علاء دبيس اللي هو مدير عام نارتك للأسف عنده صار عنده حالة خاصة بالشخصية ومقدرش يكون معنا يعني اليوم ست هلا is the women بس يعني أنا مش كتير خبيرة بموضوع المختبرات ترخيص المختبرات يعني بالعكس يعني إحنا لأننا كنا مزنوقين بالوقت ما بنقدرش نيجي نحط session بعد 30-11 حبينا إنه نغطي موضوعين مع بعض بس هي إجت لحالها هلا فإحنا بدنا إنه نلقي الضوء بشكل مفصل على موضوع التصنيع موضوع التصنيع مش بس والله أنه أنا آجي أحطها الخلطة وأجي أوصل أعبد زي ما الناس تتفكر في بروسس معقدة يعني يمكن مرات أنا وياكي يمكن بنحكي ست سبع مرات باليوم على تفاصيل غير عن ما بيعرفوش الهدك اللي مرات بيصير بتحكي معي على الساعة ثمانية بالليل استاتك مش وصل البيت هذا الحكي هم ما بيعرفوه هذا هاي جنود مجهولين اللي بيصير بالمصانع بالظروف اللي اللي مرت حتى على البلد بكورونا أنتوا كنتوا جنود مجهولين بالأردن مش عروش باللي صار بالدول كثيرة من ضمن هادول اللي حوالينا يعني إذا بنين نتجاوز موضوع الكوزماتيكس موضوع الهان سيني تايزر اللي أنتوا بتصنعوه الأردن يمكن من الدول القليلة جدا اللي ما صارش في عندها شور تجب شي بالذات بموضوع المعقيمات هذا نتيجة جهود أنتوا يعني كنتوا وراء شكرا يعني خلينا نبلش هي كstep by step نيجي نحكي إن جنرال تعرفينا بهلا كرم أولا يعني خلينا قبل ما ندخل بالمصنع خلينا خلينا استعرف البيو أو الرزيمة تبعت هلا كرم ويشوفوا النجاح اللي ممكن يكون بمصنع وراست أكيد طبعا هلا يعطيكم العافية جميعا وشكرا كتير لوقتكم أنكم أنتم موجودين تسمعوا لنا وتفهموا بالضبط إحنا شو منقدم لكم كبرودكت ومنتجات جاهزة اللي بتنزل على السوق أنا اسمي هلا كرم أنا مالكة مصنع مختبرات السوسن أنا تمت المصنع بسنة 2010 كان لسه موضوع الجي أم بي لسه موارد أو مش يعني ما فيش قايدلاينز موجودة مثبتة عند الغداء والدواء بهذا الموضوع فإحنا زي ما تحكوا بلشنا معهم من الأول يعني أول ما نزلت الجي أم بي رحنا على الغداء والدواء وقعدوا يفسروا لنا شو الإجراءات يعني مشينا معهم step by step وطبعا أنا من 2010 كنت ماخدة مصنع بس طبعا مو مرخص جي أم بي إنه هذا بس كان يكون عنا باتش ركورد كان يكون عنا وثائق الجنرال اللي هي المصانع لازم تكون موجودة عشان الركورد كيب تبع الرو ماتيريال بعدين اتطورت الموضوع بإشي اسمه quality إنه كيف أنا بدي أضمن quality المنتج تبعي بهذا السوق فلما أنا أخدت المصنع القديم هذا ما كان مهيأ للجي أم بي فطريت أسكر بـ 2015 وآخذ موقع جديد وأنشأته من سفر طبعا وعملنا على الجي أم بي غايد لاينز تماما وكان في كتير support من الغداء والدواء وطبعا إذا بتعرفوا كلكم في غايد لاين من غرفة صناعة عمان عن الجي أم بي كامل يعني شو steps وشو اللازم تعملوه كمصانع إنه عشان يصير عندكم شهادة التصنيع الجيد فزي ما بتحكوا إحنا من أوائل المصانع اللي أخدنا الجي أم بي كانت بـ 2016 أخدناها لأول سنة أخدناها يعني أول مرة أخدناها لسنة واحدة فقط بعد هاي السنة بيجوا الغداء والدواء بيكشفوا على كيف أنت طبقتي الـ guidelines والـ SOPs والوطائق اللي أنت مفروض توطيها للمنتج بهاي السنة بيكشفوا عليكي كاملتها بعدين بيعطوكي الشهادة لـ 2 years extension إنه خلص أنت تمام وضعك نجحتي كـ GMP guidelines بتكملي والكشف دايماً روتيني every 2 years عشان يكون عندكم record keep يعني هم أهم إشي عنا بالـ GMP هو التوثيق التوثيق من أهم إشي بالـ GMP يعني عشان نتبع إحنا مراحل الإنتاج كاملة إذا عم بحكي بسرعة أو عم شوي بدخل من فكرة لفكرة حدي وإحني يعني يكتب إذا حدا مش فاهم إشي عشان خلينا بالـ GMP ويعني خلينا نعطي فكرة يعني هلأ الأسبوع الماضي ممكن كان دكتور سليم وحكي هيك بتفصيلات عن الـ GMP بس هلأ خلينا نحكي من وجهة نظر مصنع بالنسبة إليك الناس بتأخذ الموضوع يعني حتى ممكن الناس تيجي تأخذ الموضوع بسيط احكينا عن التعقيدات اللي إنتي ممكن تيجي تفكري فيها لما يختر ببالك إنه مثلا شهر ثلاثة جاي في أودت في كشف مثلا للتجديد يعني هلأ أول أول إشي اللي بحب أحكي إنه الـ GMP أحلى إشي ممكن المصنع يطبقه يعني كتير بنفشل صاحب المصنع أو للكلاينت نفسه يعني أنت عم تضمن للكلاينت جودة منتجه بدون أن يريكل أو من السوق وهذا كتير مهم لأنه أنت بتخسر زباين لما يصير هيك والمصنع نفسه عم بيعطيك يعني عم بيعطيك جودة عم بيعطيك كواليتي عم بيخليك تتنافس مع المنتجات العالمية لأنه إحنا الـ GMP تابعنا إذا ما بتعرفوا إحنا من أعقد الـ GMP يعني إحنا الـ GMP تابعنا أصعب من يوروب ومن أميركا عرفت كيف كتقطيعات كـ Guidelines كـ Contamination وكيف المواد ممنوعة تختلط مع بعضها فعنا الـ GMP تابعنا كتير قوي يعني بتروحها مصانع بيوروب ما بتشوف هذا الحكي اللي عنا بصراحة صحيح طيب قبل ما نكمل لأنه في علل عجلوني يعني يمكن عندها هيك فضول بدها تعرف إيش الباكي جرام تبع هلكرب ما تتفرجعه بس هلا شوفوا أنا الـ background تبعي بصراحة أنا درست business communication و marketing بالجامعة دخلت بهذا الـ business لأنه هو كان بصراحة للوالد بس الوالد ما كان يعني أكنش كتير مضبط بالموضوع فاستلمته أنا بدون أي background عن الصناعة عن أي إشي اللي دخل بالصناعة بس الحلو بالواحد إذا يعني لازم يكون patient بده يتعلم الشغلة بإيده يعني أنا كنت أنزل على الغذاء والدواء أسأل أسألة لاستويت أغلط معلش أرجع أعيد العبيل ما أخدني 5-6 years لصرط والله بتسألني عن أي مادة بفهم عن القلط صرت أعرف عن الـ quality صرت أعرف سو بيسيك لأن الـ background تبعي business وcommunications أكتر من ما أنه أنا مهندسة واللي دخل بالصناعة يعني direct طيب ألا أكيد راح ظلنا نرجع يمكن للـ GMP لأنه هو فعليا لما نحكي عن صناعة هو محور الحديث بس خلينا كمان نحكي بجزئية ثانية وبخصصية موجودة مثلا بمختبرات السوسنة إيش في ميزة بالعادة بتكون موجودة لما يكون الـ head أو رأس الهرم بمصنع وكوزمتكس اللي هو الـ audience طبعونه أو الـ customers طبعونه ستات تكون ست يعني بيش أكون يعني شوف أول إشي أنا بحس بقدرش أحكي إنه لا يعني هو شوف في الكل شاطر والرجال والستات برضو شاطرين شوف فيه اللمسة اللي بالعادة بتكون مستت شوف فيه اللمسة بضبط يعني يعني أنا بالنسبة لي لي دايما دايما أول ما أفوت على المصنع دغري بعمل إنسفكشن كامل عن نظافة بتأكد يعني زاوية الأرض إذا فيها غبرة ممنوع نكمل شغل بحاول أتأكد أنا كل آخر اليوم الباتشكرز اللي عملت عندي أنا بأكد عليها بشيك إنه كل شي تعبه مصبوط إذا فيه غلط يتعدل إذا بتأكد إنه كان فيه صار عندي مبعوض بورقة تطلع المختبر يعني بحس لما صاحب العمل يكون موجود بيكون إله أول إشي موظفينه طبعا بيحترم الموضوع أكتر بيكون عندهم رقابة طبعا على الموضوع بيصير فيه احترام بين بعض بيصير فيه يعني أنا لما أحكي كلمة بالمصنع خلاص تغريب تنرى عرفت كيف كمان بيصير فيه إحراج بين ست طيب اللمسة تبعته ست بالمنتجات يعني كيف شو نوع التأثيرك كصاحبة مصنع بموضوع المنتجات هل أشوف أنا شو بعمل لماي كلاينت يعني أنا اليوم اللون الزهر اللي شفته هيك غريب عجيب يعني هذا ما بتخيل أشوفي بمصنع يكون الـ R&D طبعه رجال صح ولا لا آآ آآ مظبوط بس بالآخر مين بيعطي يعني بيتفهموا يعني ألا أشوف أنا ك هو صحيح اللم الزهر هذا شو كان هو إحنا عم نحاول نعمل عم نصجل منتج بالغذاء والدواء هلأ بادي بوتر بعدة ألوان وروائح حلو فإحنا عشان نوصل لللون أنا بحكي لك اللون هذا إذا بشوفوه ستات بشتروا رح كيف عليه بس تعرف طلع بصبغ الإيد فبلا تتغير لسه لسه عم ندرسها يعني إحنا رح يعني يمكن من ضمن الأسئلة رح نحكي بموضوع التطوير يعني بس خلينا هلأ نكمل بنفس المجال آآ فتفضل يعني مثل أنا لوي م sympathy إيش بعمل؟ أنا بعمل لهم البرودكتش في منتج م award من أهم إشي كون عندهم الإسم التجاري إذا ليس عندهم الإسم التجاري بنقل لهم براندت شبكتش mateix للاخele من من قين لهم الivedect إح أنا ك مصنعي أنا بقدم للزباين redesignات طباعة بتدخل مرات بهفتور لأنه تعرف أهم إشي بالمنتجات هاي قد ما يكون الكواليتي تبعها منيح إذا مش ملفتة للعين وللنظر ما رح تنبعه للأسف لأنه الأشخاص تشتري بالعين العين تشتري أولا عرفت كيف بعدين بشوف مرات تقدر تشتري منتج يعني بالمرة مش منيح بس حبيت تبعه عرفت كيف فهون أنا بحس اللمسة تبعتي أو لمسة الست تقدر تساعد لأنه منشوف أنا داما بعمل ريسورتش عن الترنز تبعون الكوزماتيكس والباكيجين اللي عم تنزل جديدة على البلاد عشان نظلنا up to date يعني حتا كمان إيش بعمل أنا بالمصنع برضو بعمل ريسورتش على الروماتيريا إيش في الروماتيريا النازلة جديدة على العالم الناس متحمسة عليها عاملة ضجة عرفت كيف دغري منحاول ندخلها بالمنتجة نعم هلا في قبل يومين يمكن نسيت أحكي لك بس أنه بحكوا عن يعني كنت بناس ما بعرفوك شخصي بس بحكوا بإنه أنت المصنع الوحيد اللي قدر يوصل للفار إيست يعني يعني راحت عن بالي أنه أحكي لك إياها اليوم ما هو مية لتغلي كنا هلا أشوف أنا ليش بتهمني أنا لما دخلت بالموضوع أنا لأنه عشت أو درست الجامعة برى الأردن ودايما أسمع عن منتج إسرائيل وعن منتج يعني بحر الميت ما حد داري عن الأردن بقولوا لك أردن نوت جود كواليتي طب ليش عمي نوت جود كواليتي فلما أنا رجعت على الأردن وكان عندي هاي الأوبرتونيتي أنا كتير اهتميت لأنه إحنا يعني ما في حدا أحصل منا صحيح يعني ليش ما إحنا نكون هاي الكواليتي بالآخر هي طيقة تنجي بحر الميت على الجهتين بزب بس لازم دايما وين الأهم إشي بالصناعة هي الكونسيستنسي يعني لازم الواحد يضلو خلص مش عشان أنا نقص عندي مادة بروح ببدلها بمادة تانية هاد الدمار صحيح صحيح أو يعني عرفت كيف أنا كتير أهم إشي عندك بالتصنيع خلص عندك فورميلا سجلي بالغداء والدواء عندك طريق التصنيع لإلها إيش ما يصير ممنوع تتغير صحيح صحيح يعني الناس تحكي استابلتي وهاي الشغلات مش مهمة لا أنا مرة نزلت أنا عملت منتج لإلي عينة فكرتوا ممتاز وتمام وهذا لا بعد بأسبوعين ثلاثة صار فاصل وحالته حالي هلأ أنت المنتجات اللي هيك بتعمليها بالتطوير بتجربيها أول شيء أنت طبعا أنا بجربها وبجربها على أمي وأختي بس يعني نحكي عن سلامة المنتجات هلأ هلأ يعني وهي إشي رليتد للجي أم بي صحيح ولموضوع الأس أو بيز والتوثيق فنحكي إن جنرال المصنع لغاية ما يوصل المنتج صار مصنع وطبعا إحنا بنحكي تجاوزنا مرحلة التسجيل وغيره هلأ كيف أو إيش البروسيس والسطبس اللي أنتو بتكونوا تتبعوها علشان موضوع سلامة المنتج تكون مضمونة عارف بأنه والله ما فيش كنتاميناشن المايكروبيا اللي ما تزمن الحدود وغيره يعني نأخذ الجزئية هاي هلأ طبعا عشان أنت تضمن سلامة المنتج أهم 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 إشي هو منبلش بالرو ماتيريال المواد الأولية شو مصدرها دائما المصدر لازم يكون معروف تانيا أي مادة بتجيبها بدي يكون معها شهادة تحليل إذا أنت شاكك بشهادة تحليل تروح تاخد عينة تبعتها لمختبر بيحللوا لك حسب الاسباسيفيكيشن اللي واصل من المورد لهاي المادة صحيح هلأ أنتو بتعرفوا أنا بدي أقولكم خطوات بدي أحاول أكون سريعة يعني بديش أمط بالحديث كتير لا والله الجزئية يعني الجزئية هاي مهمة يعني بالعكس خذي راحتي تمام هلأ أول ما تدخل الروماتيريال لمستودعات المصنع أول إشي ممنوع مهائيا نستلمها من المورد بدون شهادة تحليل تنرفضه بترجع يعني ما بس خلينا على الجزئية هاي يعني ما في إشي اسمه أنه نروح نيجي نروح ننزل على العبدالي نلاقينا واحد قاعد ببيع مثلا ألوفيرا ونشتريها بالكيلو ونروح نعتبر حالنا إنه والله لا رجاءا لا رجاءا لا يعني لا هاي ممنوعة ومرفوضة مش بس بالجي أم بي بالعالم مافروض تكون يعني لأنه أنتو مش عارفين شو فيه تعرفوا قديش هذا إشي خطر لا بس بدي أضيف لك نقطة هاي اللي انشرت من العبدالي لما تتصنع بالبيوت بيعتبروها نترال بس أنت اللي إيجتك مع سيرتيفيكات في أناليسيز أنت ما بتكون نترال فهذيك بتتسوق على الفيسبوك إنها نترال وانت لا فبتحبوا تعرفوا كمان إنه المواد زي الألوفيرا والهني أكسترات اللي مستوردة من بره مش نترال بالضبط فما في إشي اسمه ناتشل غير إذا رحتي أنت على المزرعة نفسها عصرت الألوفيرا من الليف وحطيتي عليها بريزيرفيتب وودتيها على تحليل إنها تمام ممكن تستعملوها وصلت الفكرة مية بالمية في نقطة كمان يعني يمكن يعني أنا حاب من أن نظن هيك بحوار حتى لو بشدت تيك شوي لا لا عادي بالعكس يعني كثير يعني يمكن لأنه إحنا جزء من شغلنا هذا كثير عم بيجيني بيحكوا معي ناس عم بيشتغلوا بالألوفيرا وبيكون مصر بأنه ما بدي يحط بريزيرفيتب تخيلي بأنه وإذن 48 ساعة بيكون معفن أقل هذا ماكسيمم خلال 48 ساعة يعني أنا ما بدي أحكي واحد من الجهات اللي تعتبر من الأسماء المعروفة اجتماع طويل عريض إنه كيف بدنا نخلي الألوفيرا بدون بريزيرفيتب ليش بدك تخليه بدون بريزيرفيتب هو بالآخر بدك بدك تدخله بتصنيع فبالتالي البرزيرفيتب بدي يكون موجود فليه فمعفن بيكون هلأ شو أول إشي الألوفيرا لما ينعصر دايماً دغري لازم يروح بتلاجة معك مش 48 ساعة معك من ساعتين لثلاث ساعات ماكسيمم يدخل على الخلطة نعم بس فقط لا غير وحتى ما مننصح بهاي الستاب لأنه أنت بتعرفش لأي إشي فيه مي بنمو في بكتيريا ومايكرو البكتيريا والمايكرو والييس والمود بتعمل للرئتين مشاكل بتقدر تقتل يعني الموضوع مو بسيط هلأ في للناس اللي بتسألك في بريزيرفيتب أورغانيك اللي هي تستعمل للأورغانيك برودكت إنه أكتر من إنه الأحسن من الناتشري فإنت لما تستعمل بريزيرفيتب أورغانيك وأنا بقدر أعطيك ليستة بكامل هاي البرزيرفيتب الموجودة عندي شو اسمه بتستعملها و يعني منتاز طيب نكمل بسلامة المنتجات إيش في شغلات ثانية ممكن نجي نحكي فيها هم طولين أنا بلشتك بالرومات سيريال خلينا بالعكس يعني هاي الجزئية أنا بتهمني إنه يفهموها الناس لا عشان يعرفوا لا يعني بس جي أم بي بس توفيق الجي أم بي كمان بتدخل بـ الاس او بيز هي عبارة عن خطوات لكل شي أنا عندي اس او بي عشان أضوي الضوء مية بالمية يعني مش مش اس او بي عالم آخر يعني هو بعدين ما في إشي اس او بي معناته بتطبق عندي معناته بتطبق عند غيري صحيح عرفت يعني هاي أنا بجيب اس او بي من هون وبعملها عندي هاي لا كل اس او بي لأو لأي مصنع عنده their own identity اللو طريق تصف علشان بس اللي ما بيعرف إيش هي standard operation procedure أي آه يعني هي خطوات standard اساس المقياسية اساس اساس مقياسية هي عبارة عن دستور لكل خطوة ممكن تنعمل بالمصنع بس على أساس إذا في ناس يمكن الباكي جراون طبعهم ما عمرهم سمعوا بـ اس او بي المهم تدخل المواد عندي بتروح على محل اسمه كورنتين هاد بيكون عنا مكان مخصص فيه بالمستودع بنحط بالكورنتين أريا يعني منطقة الحجر يعني محجورة لبضاعة ممنوع نتصرف فيها تاخد لابن أصفر كورنتين حجر بنحط اسم المادة بعدين ممنوع برضو نستلم أي مواد ما إلها لابن ما إلهاش لابن تعريف الاسم الباتش نمبر إكس بايري برودكشن كامل بتيجي تطلع شهادة التحليل وبتطلع على اللابل المنتج إذا مطابقين مع بعض بنعطيه ريليست نعطيه اللابل أخضر وبطلع ريليست هلا لما المواد تبعتنا تأكدنا أن المواد الأولية محطوط A بعدين إحنا عنا بالمصنع كامل بكل منطقة إنتاج ومستودعات إشي اسمه data logger يعني جهاز مقياس حرارة ورطوبة تسجل الحرارة والرطوبة في المصنع مرتين باليوم لأنه كل مادة أولية أو finished product إذا طلعت درجة حرارة المصنع عن الثلاثين تفصل إذا طلعت الرطوبة عن 65% تفصل هذا يعني لما المادة تفصل عندك يعني خلص بدها إطلاف بدها ريليست وإطلاف فالموضوع برضه بيمر كمان بيمر كمان بموضوع أنه في عندك درجة رطوبة وحرارة كله هذا عم بتوثق بعد ما نخلص من المواد الأولية طبعاً في أهم إشي بضمان سلامة المنتج اللي هو إشي اسمه batch record نعم ملف خاص بالمنتج اللي عم بتصنع من كيف وزلنا المواد الأولية لكيف نطلع مادة finished product تمام هذا الباتش record يتضمن عند توزين المواد عندك طبعاً غرفة مخصصة لتوزين المواد الأولية الquality assurance بتكون واقفة مع المستودع معها الفورميلا والباتش record على الفورميلا بتطلع عليه وهو بيوزن هو بيوزن بحط واحد كيلو بتوثق واحد كيلو بتحط check المواد كاملة لما تترتب وتتسكر بتروح على pass box للإنتاج بيجي موظف البد يخلط بالإنتاج بياخدها للخلط نعم يعني هو ما بيوزن جوه الأوضة هو كل مادة إله موزنة وجاهزة مكتوب عليها ورقة إيش هي المادة هو بس بفتح وبيدير بالخلط نعم يعني الخلط والوزء التوزين وكل شي بيصير خارج الإنتاج يعني ممنوع أنا تكون عندي مادة من المستودع جوه عندي بالخلط وأنا عم بيدير منها دائرة تاعة الخلط هذا مرفوض بالضبط هاي الجزئيات يمكن يمكن تكنيكال هدف منها لا لا بالعكس لها هدف كثير مهم هلا لهم يفهموا بأنه هيك بروسيجور صعب يطبق ببيت يعني حتى بدنا نتجاوز مرحلة الكلف اللي أنتي بتيجي أو الميزانيات اللي أنتي بترصديها علشان بس انسبكشن أو ري انسبكشن بدنا نجي نحكي تأسيس جي أم بي يعني إذا بدكم أعطيكم رقم الصيان اللي حطيته السنة الماضية بالضبط تخيلي مبالغ كبيرة يعني بالآخر إذا بدنا نجي نحكي كفيزابيلتي هي مش فيزابل فإنتي تخيلي هاي البروسس كلها بدها جياش يطبقوها ما في واحد بيقدر يطبقها بس سؤالي يعني دكتورة وانتي يعني انتي يمكن إذا بدنا نعتبر كمصنع من المصانع اللي يمكن الكباسيتة تبعتهم مش كثيرة كبيرة بس مش قليلة بس كم أس أو بي عندك واو ها يعني يعطينا رقم بتجاوز بدك تحكي فوق الثلاثمائة أربعمائة أس أو بي عندك بالضبط هظل لك حد أذن إذا مش أكتر نعم يعني أنا عم بقولك بقولك لدرجة فتح الضو بس أو بي لطريقة لباس لطريقة يعني الفلو تشارت الفلو الرو ماتيري الفلو والفرش برودكت فلو هذا تعم تحكي بحر يعني لا يقل عن تلاثمائة أربعمائة أس أو بي عندك بالمصنع طيب هلأ يعني خلينا علشان نختم الجزئية هاي بموضوع أنا رح أختصرها بأكمل شغل آآ يعني آآ بالعكس يعني وعلى عشان إنه نعطي الصورة كاملة على موضوع الثلاثمائة هاي وكيف كل خطوة تعتبر مهمة علشان بالآخر نعطي منتج هلأ هو عشان كل جزئية مهمة بالتصنيع عشان هيك أنا بلكي هدأ هلأ أشوفه هلأ أكيد أكيد إحنا دخلنا دخلنا الروماتيريال على الإنتاج بلشنا نخلط في عندي طبعاً الكواليتي أشورنس دائماً موجود بالإنتاج مع اللي بخلط لأنه اللي بخلط عم بخلط وهو عم بيوثق وراه إيش عم بيعمل أنا ضويت الخلاط من الساعة واحدة وعشرة للوحدة والثلاثة عملت ميكسينج على درجة بعطيهم درجة الميكسينج بوثق قديش سرعة الميكسر عندي شغلت الهوميجونيزر لعشرين دقيقة شغلت التبريد لساعة نزدى درجة حرارة لثلاثين لما نزدى درجة حرارة لثلاثين ضفت المواد الباردة بحر مية بالمية هلأ هذا كله داخل الإنتاج هلأ في عنا إشي مرحلة اسمها إن بروسس كنترول يعني ضبط الجودة خلال الإنتاج دائما نسحب عينة من الخلاط وهي خلال الإنتاج نتأكد من التكشتر من الريحة إذا فيه ريحة ضاربة فيها من اللون إذا فيه لون ضارب لأنه عندنا سبسيفيكيش نمشي عليه وبنبحث الـ PH نعم عرفت؟ بعدين إذا كل شيء زي ما بدنا منكمل إذا مش كل شيء زي ما بدنا منصير نعدل قبل ما تخلص الخلطة تمام مش أنا رح أعدل بعد هلأ هاي يعني فيه سؤال اللي هو إله علاقة بالفحوصات هلأ فيه إشي بنعمل عندك بالمصنع هلأ وفيه إشي أنت بتبعثي لمختبرات بره طبعا يعني مختبر معتمد للغذاء والدول هلأ أشوفه أنا كمصنع قررت ما أعمل مختبر لإلي داخلي كمصنع لأنه معناش إحنا الـ experience or the right personnel إنهم يمسكوا هذا لأنه تعتمد مختبر داخل المصنع process قوية يعني هاي بحر لحاله صحي فأنا the only tests I do داخل المصنع اللي هي بتنزل بالpatch record هاللي pH centrifuge عشان أشوف إذا بتفسر للمادة نعم وشيء basic يعني color appearance normal tests نعم أما لما لتسي خلصنا مرحلة الإنتاج رحنا لمرحلة بعدين إحنا بتتوثيق نظافة الأوضة الماكنة نظيفة منشوف إيش المنتج اللي قبله إذا فيه cleaning validation إنه الماكنة نظيفة بعدين منبلش الخلط والتعبئة وهذا رحنا على موضوع التعبئة خلصنا تعبئة طبعا إذا بتحبوا أفسر أكتر على التعبئة نقدر نرجع لها بعدين المهم لما يصير finished product لازم إجباري أبعث عينة للمختبر يفحص ليها micro bacteria نعم بالتالي هلأ الفحصات هاي اللي هي المايكرو يعني وصلنا للفحصات اللي فعليا تعتبر من ضمن الparameters اللي ممكن نحكي إنه هذا المنتج سيف أو لا هاي وإنتي مصنع ومسجل ومرخص ومعه GMP بتروحي تفحصيها بمختبر معتمد للغذاء والدواء لأنه الفحصات هاي تعتبر حساسة وبدها بدنا نعتبر اعتمادها داخل المصنع فيه له تبعاته process اه process فبالتالي انتي بتفحصيها خارج المنتج بس بالآخر ما في منتج بطلع بدون ما يكون انفحص بهيك فحصات no way ممنوع بكرة لا سمح الله طلع فيه مايكرو بقولكم الوضع مؤذي مؤذي يعني بصير عندك مشاكل بالرئتين بصير عندك يعني أنا مرة بصراحة صارت معي جبنا عم نخلطين وهذا وفحصنا مايكرو بطلع فيه اوكي مايكرو بصير خلص انا ما عجبتني الفكرة روح توطي وديته على الجامري حتى لو بطلع هلا انت مسموح لك يطلع بكتيري الكامت up to 100 حسب توتل طلع عشرة طلع عشرة وليش ومسموح ويدن رج ما قبلت صحيح هلا هاي النقطة يمكن انتو بتعانوا منها بسبب طنت البحر الميت لانها بالآخر ما بتيجيكوش معقمة سواء بيقاما نايف او غيره فبالتالي هاي مرات بتصعب عليكم موضوع التصنيم فما بالك اذا هاي المنتجات اتصنعت ان اخذت طينة بحر ميت وتصنعت ببيت وبدون اي رقابة وبدون اي فحصات في عندك نسبة هلا يعني بنسأل انه في نسبة من المنتجات اللي ممكن تطلع ملوثة يعني بالعادة ولا هاي الها علاقة مرات بالمواد الخام بطلع هلا اشوفه بعدين انا نسيت احكي شغلة الار او سيستم عندي غير انه عندي يو في لايت بالآخر ببقتل اي اشي مايكرو بالمي ببعت عين للمختبر وانس اوي كل احد بيجو المختبر بيسحبوا من عندي عينة المي عشان يتأكدوا فيها مايكرو عشان تأكد انه اليو في لايت تبعنا شغال نعم طيب يعني اخذنا هيك جزئية على التكنيكل ما بعرف في اشي لسه بدك تحكيه على موضوع المهم المهم بخلاصة الموضوع انه الشغلة اول اشي انها مو بسيطة بدها كواليتي بدها رقابة بدها توثيق برضو كمان انا بخلي عندي يعني عينتين مرجعية عندي دائما محفوظة عندي لانه لا سمح الله صار في اي اشي غلط بالسوق بقدر ايكون عندي مرجع اشوف اذا فيه الغلط مني او من السوق فانا عم بحبني زبوني اصلا بالنهاية نعم طيب يعني هاي الجي ام بي از امبورتنت للناس اللي عندهم بالتصمير او بدو انه عندهم طموحات انهم يطولوا او يكونوا ناس مهمين او لهم انه منتجهم قوي ما يرجع هذا الجي ام بي ليش مهم دكتور في اسئلة اه لا يعني انا قاعد بشوف ديما الاسئلة بس انا فيه نقطة ما بعرف اذا يعني اذا بدي اترك مجال وممكن كمان انا اعاقب بعديها هلا برضو بتسأل رانيم انه انه المنتج يعني ما بطلع استيرل يعني ممكن chairman سأؤرخ لك cama هلا جاوبي وممكن كمان احنا نعاقب عليها in general játει muchame انه المنتج ما بطلع استيرل ورا انه فعليه مش استيرل هلأ يعني يمكن خليني أنا أضيف بالنقطة هاي هلأ لا الكوزماتيكس ولا حتى الأدوية تصنى في ستيريل دمام ولا حتى الأدوية الأدوية اللي مصنفة ستيريل اللي هم تصنع بمناطق بنسميها ستيريل أريا اللي هم مثلا زي الإبر الأنبولز الإبر وبعض المنتجات زي قطرات العيون وغيرها الأدوية الأغذية المستلزمات الطبية الكوزماتيكس بالستاندرد العالمي مسموح بالميكروبيا الليمت إنها تكون up to two log شو يعني two log؟ يعني إحنا مسموح إنه يكون عنا لغاية 199 هلأ قبل الـ 2014 كان لغاية 100 هلأ لما تحولت عالمياً لـ 10 أس 2 صار مسموح الليمت اللي هو 199 بيكون المنتج ناجح بس إيش بإيش مشروطة؟ مشروطة بإنه ما يكونش فيها إشي بنسميه pathogenic bacteria يعني ما يكونش فيها pecedomonas ما يكونش فيها staff نوعيات البكتيريا اللي ممكن تسبب أمراض فهي هلأ في عنا فحصين إذا بدنا نيجي نحكي عن فحوصات يعني أنا كنت أتمنى يكون على لأنه كان راح يكون مكمل سوري يعني أنا مش كتير خبيرة فيهم يعني عشان هيك أنا بدي أخذ دور علاء شوي هلأ في عنا إحنا بالميكروبيا اللي فيه نوعيتين من الفحوصات فيه فحوصات بنسميها اللي هي فحوصات الميكروبيا الليمت تست اللي هي بتعمل تعداد بتعد البكتيريا فبالتالي زي ما حكت هلأ إنه مثلاً بيطلع عشرة طلع مية هذو لا هذا السنف يعتبر ناجح بس بإيش مشروطة بعديها نكس ستب اللي بيعملوا المختبر إنهم بيعملوا كالتر الزراعة علشان يتأكدوا بإنها خالية من البكتيريا الضارة اللي هي بنسميها pathogenic اللي بنسبب أمراض اللي هي من ضمنها staff من ضمنها بزيدو منس إيريقونوزا من ضمنها ببعض المنتجات لازم مثلاً تكون خالية من السلمونيلا ها يمكن مش بالكوزموتكس بس ببعض المستلزمات الطبية اللي تستخدم للصف تشو ممكن إنها تكون مطلوبة بموضوع السلمونيلا بموضوع الأغذية مثلاً بنطلب إنها تكون خالية من السلمونيلا فهو ما في إشي اسمه ستيرل إلا منتجات محددة وبيكون في إلها شروط محددة بالموقع التصنيعي يعني مثلاً بالأردن مش كل مصانع الأدوية عندها ستيرل إيريا المصانع اللي عندها ستيرل إيريا هي المصانع اللي بتصنع قطرات عيون وهي المصانع اللي بتصنع إبر اللي هي الأمبولات يعني إنجيكشن يعني نيجي نحكي المنتجات اللي فيها إنجيكشن فهاي بالنسبة لموضوع الميكروبيل نأخذ الجزء الثاني هلا الجزء الثاني هلا خلينا نيجي نحكي أول شي يعني نأخذ هلا المنتج كمنتج نأخذ دورك أنت بموضوع تطوير المنتجات يعني هلأ أنت اليوم هذا بموضوع الزهر لأنه خلاص اللون مش رايح من بادي لا بعدين هلأ بعد تأكيد كيف أنت تيجي الفكرة وتبلشي تطوري بمنتج هاي أولاً وخلينا نيجي نحكي مرتبط في إيش برأيك أو إيش بنظرتك أنت كصاحبة مصنع ودايماً إليك نصائح هكي اللي تيجي تحكيها للعملة اللي بيجوا يصنوا عندك مقومات نجاح المنتج فنحكي بالجزئتين هذو هلأ شوفوا أنا دايماً في أكم من سؤال بسألهم لماي كلاينتز قبل ما نبلش أي إشي أول إشي بسأله أول شي طبعاً أبليكيشن وين بدكم يا للشعر للوجه للجسم إلو ميزات إيش الأبليكيشن وين بدكم على الجسم يكون هذا المنتج إيش الفنكشن تبعه إيش بدكم يا يرطب يجدد البشرة يوحد لون البشرة دايماً في أنتو عندكم هدف من المنتج تبعكم فشو هو هذا الهدف هل في كمان بسأل إيش القصة أو إيش الأيديا أو إيش الفكرة من ورا هذا المنتج إنه شو السبب أو شو الفكرة كمان برضو بسألهم دائماً إذا عندهم مواد هم حابين يستعملوها أو مثلاً هلأ طالع التريند تبع الروزهب أويل طالع التريند تبع ألوفيرا فرش مثلاً دائماً بسألهم شو هاي الأسئلة عشان نيجي يتوضح لإلنا شو المنتج اللي إحنا بدنا نشتغله عرفت كيف؟ يعني مثلاً بيجيني ناس للشعر أنا بدي لنمو الشعر عشان أخفف التساقط تمام، إنتي الفيل تبع منتجك بدك إياه يكون أثنتيك، بدك إياه يكون أكتر مودرن بدك إياه يكون تارجت جروب اللي إنتي عم تحاولي توصلي له يعني بيجي فيها كتير أسئلة عشان إحنا نقدر نشوف شو المنتج المناسب للزقون وللناس اللي بدهم يبيعوه بالضبط بلع وسعر المنتج بيكون إلو دور يعني هلأ مرات الكلف لما إنتي تيجي تكون مثلاً حكت لك أنا بدي إياه مودن بس والله بدي سعره على فرض أحطه أقل من عشر دنانير أو بدي إياه مثلاً ست دنانير أو سبع دنانير إيش بيكون دورك بموضوع لما بدك تيجي تفكري لها بالفورمولا أو تعملي مودفكيشن بفورمولاز موجودة عندك بحيث إنها تتماشى هلأ شوفوا إحنا عادة الأكتب إنجريديينت اللي بنستعملها مثل الأكتب والأويلز وهي هاي إحنا بنعتبرها أكتب إنجريديينت مثلاً إحنا إذا عم من لاتسي للآن تريد إنكل نحط هادي أكتب إنجريديينت يعني دائماً أنا بحكي للزبون ما تفكر لما أنا أقولك بعطيك كواليتي تانية معناتها كواليتي أقل لا هي مش كواليتي أقل هي النسب للآكتب إنجريديينت من قللها بيظل في أفكت بس الأفكت بيصير عند اللونجران أكتر مما دايريكت رزالت كله بفرق يعني طبعاً وهذا بالآخر بفرق كمان بالكلف إجزاء طبعاً ما أنا بيقولولي بدي حقق الدنار وبدو يميها يكون يعني كمان شوي بدو يحولها أميرة يعني إشيو منه يعني يعرفت أوكي بعطيكم كواليتي مرتب بعطيكم روماتيلر مرتبة بس الأكتب مش رح يكون بالنسب العالي بس أما بالمنموم نسبة إنه يعطي إفكت نعم طيب هلأ هلأ مواضيع الألوان هي صارت ترندي يعني الأيام هاي يعني إليش بتفكري فيها شوف أنا شوفتوا اليوم أنا أم أم ديفلوبينج برودكت لا زبون عندي ومش خاص لإلي هي عندها لاين بيجي مكمل لبعض بادي سكربز بادي بوتر وويل عرفت كيف فهي الفكرة طبعتها إنه بدها ميكس أن ماش إنه أنا بتدي بادي سكرب كوكونت مع بادي سكرب روز مع بادي بوتر روز مع مساج أويل واتقبه فبسيكلي وبلاس بلعب اللون إحنا إنت اللون اللي شفته اليوم ظلينا نحاول نوصل للون اللي هي بدهايات طالبته مني يعرفت كيف اللي هو دارك بين شفته فوشي آه هيت بعدين بالآخر صفينا لون كتير كتير ناعمة بسيط هذا بس إنه كله حسب لزبون اللي بده إياه يعني هي بتهل بعدين بشوف اللابل تبعها بقولها اسمعي إذا بدك اللون يكون زهري ممنوع تكون العلبة شفافة مع لابل أصفر يعني صار مضارة بالوضع تمام إذا نخلينا آه إنه نكمل على مقويمات النجاح للمنتج يعني إيش آه اللي هي النقاط هاي كمان كثير مهمة صراحة برضو كمان يعني عشان يكون المنتج برضو مميز منصير نعمل research عشو مثلا أنا بدي منتج calming و relaxing زيت معروف اللابندر إنه it calms you and it relaxes you وبيعطيك الانتعار ننضيف لابندر بنعمل research online إيش المواد الفعالة وإيش النسب المسموحة نستعملها بالمنتج إنه يعطينا لإحنا بدنا إياه يعني هاد من أهم الشغلات ودايما نعطي نصائح للزبون لأنه الزبون اللي عم بشغل معي مش هو الشاري السوق الرح يشتري خلينا على موضوع الليمتز اللي مسموحة هاي أنت من وين إيش الرفرنس تبعك يعني لما أنت تيجي تحكي الهيالورونيك أسد إنه الماكسيمم تبعه 0.3 أو والله مثلاً اللفندر لازم يكون 0.1% إذا أكثر من 0.1% معناها أنا داخل بمرحلة أو بقصة ثانية هاي النسب من وين أنت عندك كريفرنس أول أول رفرنس اللي أنا دائماً بعتمد عليه هو السبلاير تبعي مثلاً أنا بروح لشهادة المنشأ أو السرتيف كتاب أنالسيس بيبين لي هاي المادة من مين مبعوثة خارج ببعت لهم إيميل بدخل على الوебسايت تبعهم بشوف شهادة التحليل إيش الـ upper limit شو الـ lower limit بلس عندك الغذاء والدواء مستعدين يعطوك كل هاي الـ information إحنا ليه من أهم نقاط التسجيل المنتجات بالغذاء والدواء عشان شوف مثلاً أنا الـ rosehip oil هلنا إذا بدي أستعمله بمنتج فوق الـ 2% صفة medical نعم عرفت كيف؟ فالغذاء والدواء مرجع كتير مهم لهاي الأمور يعني دايماً عندهم إيش الـ items المسموحة شو الـ lower limit تبعها شو الـ upper limit تبعها بس عادةً برجع للمصدر اللي بدي أستعمل المنتج منه لأنه بتعرف زي ما اليوم كنا عم نحكي بنقاش بذكر بذكر أنه أنا بيقول له حاطة 10% مش معناته 10% بذكر عرفت كيف سو it depends على شهادة التحليل الـ item اللي أنا عم بستعمله نعم طيب هلا والتصاميم قلينا يعني في ناس قاعدة بتسأل عن العبوات والتصاميم هاي يعني وحكينا كمان كهيستوري هلا يعني كقصص مرات عليك يعني نحتبر نفس المنتج أو يعني يمكن أنتوا في بعض المنتجات بس بتغيروا الاسم التجاري بين عميل وعميل هاي بتكون إلكوا فبتكون ملف إداري بالغذاء والدواء صنف فشل وصنف نجح شوف غير الـ packaging كمان هم بدهم يهتموا بطريقة التصويق الناس ما رح تيجي والله تترجاهم إذا هم مش مسوقين أو إذا هم مش عاملين إشي غير أو هم يعني سوري في نفس المنتج بتصنع عندي بتصنع لخمسة غيره عرفت كيف مش exclusive إلي زي ما حكيت وبصنعوا لخمس أشخاص كل واحد دفنت هاد بيبيع أكتر من هاد ليش أول إشي الـ packaging بفرق كتير تانيا product placement in the market كتير إشي مهم يعني وين أنت بتحط منتجك بالسوق مش أنا أبيع كريم بمطعم عرفت كيف نعم it depends وين منتجك محطوط product placement product pricing السعر تبعه أنت لمين الهدف اللي عم بتبيعه وطبعا زي ما قلنا التصميم وهاي الشغلات وplus لازم يكون دايما منتجك إلى قصة عشان الناس تحس فيه أو يعني مش تحس فيه يعني أنه to relate عليه يعني عرفت كيف أنا عندي client منتجها يعني هي اسمها غريب شوي فعملت منتج كامل على اسمها وصار قصة والناس صارت تتذكر قصتها وبس تشيل منتج من وراء القصة تبعتها عرفت كيف فكتير فيه طرق نقدر نساعد الـ clients فيها إنها تطلع بـ the perfect item مثلا عندي client بيعمل beard oils وهاي الشغلات authentic إنه بدوين إنه بدوين إنه هذا منستعمل منستعمل رو ماتيريال إلها دخل بالبدو البدو كانوا معروفين فمنخترع story منخترع هي مش بس عبي بهذا ويلا عرفت فيه process behind it كاملة يعني يعني خلينا هيك إنه أنا أعيد اللي إنتي قادي بتحكي فيه يعني هي هلا المكون أو الفورمولا إلها دور أنتو كمصنع كمان إلكو دور الباكيجينج أكيد مهم ونحكي عن عامل أساسي الشخص اللي بدو يسوق يعني في كثير منتجات نجحت بسبب الشخص اللي قاعد أو صاحب المنتج اللي قاعد بيحاول يرسم story معه بينه وبين المنتج بحيث أنه يجي يوصلها لعملة وموجود عندنا قصص واقعية يمكن بعض العملة اللي عندك أنا تعرفت عليهم يعني قصصهم كثير ناجحة يمكن لأنه مش لأنه بس منتجهم مميز يمكن يكون منتجهم عادي بس مثلا أنا بحس بأنه الناس هاي أنا عندي استعداد أنه أنا ممكن أشتري منتجهم بيحكوبي passion بتحسيهم بتحسيهم يعني يمكن هاي الصبية العراقية أنا كثير أنا سأباحي عنها بحي eni олов يا award لitty معجب بحتي يعني لما حكت معي على التليفون هيك تستشير ما يبقى كمل شا يعني حمستني أنه أنا أعرف ومنتجاتها بغض النظر شو هي أنا صرت أستعملهم أنا بطلت أطلع من البيت بدون ما أحطه على شعري يعني وكأنك قاعد بتشتري شي لأنه الشخص اللي قاعد بيسوقه بتحسيه مآمن فيه لدرجة بأنه هذا المنتج يمكن ما يكون شيء أحسن منه يمكن يكون فيه زيه كثير ويمكن يكون فيه منتجات حتى أحسن منه ككواليتي بس بالآخر الشخص اللي بيسوق إلي دور كبير طبعاً هو والفيس والوج والوج المنتج بعدين يعني هون سيت إيش كنت بي أحكي صراحة كان فيه شغل ببالي برجع لها طيب نكمل هل على التصاميم يعني خلينا يعني أنا بدي من خبرتك مع الناس اللي انديلي بيسس قاعدة بتشتغلي معها إنه تحكينا برضو يعني موضوع نجاح المنتجات بقصص زي قصة الصبية حتى أنا بنسأ اسمها اسمها صعب ما لاش نحكي اسمها لأني مطعباها أنا اسمها صعب أنا متذكري اسمها صعب بس آه لا لازمها صعب يعني هذولا صراحة مهمين يمكن هذولا يشكلوا إلهام لكثير ناس معتبر حالها إنه والله بالذات الصبايا اللي ما عندهم مش منتج حالي يعني انتي مش بس بدك تختاري منتج بدك تختاري منتج تحبيه وتأمني فيه علشان تقدر يتوصل لروحك فيه زي النفس اللي بيتطبخ صح ولا لا؟ هيك المنتجات وأنا هيك قاعد بشوف العملة اللي بيجوا بيصنوا عندك أو بيصنوا عندك كثير مصانع هاي يمكن أسهل طريقة أن يصلوا فيها للمستهلك بعدين دايما لازم تتذكروا جميعا إنه هي الشطارة ما نبلش بعشرين منتج مرة واحدة صحيح عرفت كيف بيسلكتب لاقي two three products زي ما قلت انت passionate about حاببهم مقتنع فيهم يعني هاي الصبية اللي أنا عم نحكي عنها أنو هيك صورت عاملية لها from the same item لا يقل عن 25 عينة نزل نسبة من هون نزل نسبة من هناك زيد من هون زيد من هون تدلة تتجرب 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 لخلص لقت البدهية عرفت؟ وإحنا وقتها هون منحكي يلا منبلش بإجراءات التسجيل والتصنيع وهالو فهي بروسس كتير حلوة يعني كمان فيه ناس لما تصني عندك بتطلب تحضر عملية التصنيع يس طبعا هي هاي بتيجي بتحضر عملية التصنيع برضو عندي عندي أكتر شوف أنا بحس هذا الإشي اللي بيميزني مرات عن غيري يعني أنه أنا بحب أصلا ودايما على خصوصا على أول تشغيلة على القليلة الشخص اللي إله المنتج يجي يحضر التصنيع لأنه رح يصير يآمن فيه أكتر وأكتر لما يشوف بعينه أنه عم بنخلط كيف ويشوف كيف إحنا البروسس اللي نمشي فيه عشان إحنا نصنيع منتجك عرفت كيف؟ فأنا من ناحيتي معظم زبايني بيجوا بيحضروا الخلط نعم طيب وهلأ المنتجات بلحظة ما يعني هلأ أنتوا فعليا إذا كان الصنف مش مسجل بتصنعوا إشي بنسمي يعني باعتبر pilot patch لموضوع التسجيل أو عينات ممكن أنه يأخذها العميل يجربها نعم برضو إلها patch record هاي بتاعها أكيد أكيد يعني أنا الكيلو اللي بخلط بالمختبر إله ورق توظيق ممتاز فيعني هلأ ممكن بإنه أنت تصنعي لناس قاعدة بتفكر بمنتج بس مش متأكد بإنه هذا المنتج ممكن يكون matching اللي هي بتفكر فيه أو ممكن تيجي تعملي لها عينة كمية صغيرة تستخدمها أو تجربها علشان تشوف إنها effective أو لا وبعدين ممكن تبلشي بمرحلة أو الفاينال فورمولا اللي ممكن تروح على التسجيل وليتر أون يتم فيها فهاي هاي اللي بروسس كلها موجودة هلا موضوع الارت وورك والتصاميم هلا أنت لما تخذي أو يجي عميل ممكن أنت كل التفصيلات هاي تشتغليها عن العميل وإنكلودين التسجيل بالغراء والدواء فبالتالي بالآخر بيجي بس باتفق معك على الفورمولا اللي بيدوا إياها وبالآخر بوخص صنف مسجل يس كامل يعني من بعدين أنا بوفر الحكي اللي بنزل على شو طريق يعني شرح عن المنتج طريقة الاستعمال التحذيرات طبعا هاي اللي هي حسب اللي أنت تذكر إيها هاي اللي هي حسب الجايد لعين تبعا الأغضاء والدواء واللي مطلوبة طبعا طبعا يعني أنا بوفر هذا لكل الزباين نعم هلا المنتجات اللي مسجلة بس ممكن الشخص بده إياها تحت اسمه التجاري اللي ملكه هاي ما بدها تسجيل هاي بالآخر انتو بتعملوها كملف إداري فبالتالي هاي هاي ما فيش فيها تعقيدات مصبوح؟ نعم طبعا هلا إذا عميل بده فحوصات لمنتج المنتج أو للباتش اللي انتو اللي انتو بدك تعملو لياه برضو هذا الحكي انتو في انتو بالآخر قطع الصوت هلا هاي باتش بدك تصنعيه لعميل وبده فحوصات أو شهادات عليه على اساس يكون يتكون بينه سلامته كفحوصات من ناحية ميكروبيال وغيره هلا هلا انتو بالآخر ما عندكو وباي ذا وي معظم مختبرات الكوزموتكس بالأردن ما فيش فيها انترنل بس انتو متعاقدين مع مختبرات فبالتالي هاي الفحوصات كلها بتم عمل نعم طيب طبعا طبعا طيب هلا يعني خلينا يعني يمكن هلا احنا هلكناكي بس لا لا بالعكس انا مكيف اه يعني انا بالآخر يمكن هدفنا احنا نوصل معلومة المعلومة بانه كل اللي احنا كنا نحكي فيه من شهر ونص applicable applicable وبالآخر احنا نحكي عن منتج مضمونة سلامته ومسجل بالغذاء والدواء قانونيا ما حدا له فيه مسجل باسمي نحكي بجزئية العلامة او بلاش نحكي علامة تجارية نحكي الاسم التجاري الجزئية هاي انتو كيف بتضمنوها للعميل هلا هاي بصراحة انا دايما بأكد على زبايني يكونوا مسجلين علامة او اسم تجاري اكيد هلا هاي مفرغ منه يعني ما فيش ما بتزبطش بدون على اسم تجاري يعني ما بالضبط زي ما قلت هذا بس انت انت عم تسألني ايش بالضبط لانه مش كتير فهمت سؤالك انه كيف دي اطمن العلامة هاي يزبوني انا لما يجيكي عميل وبدو يصنع بالعلامة التجارية او بالاسم التجاري اللي هو جايبه الملف لما يتقدم للغذاء والدواء ويتسجل بتسجل باسمك ولا باسمه باسمه ممتاز انا كل زبايني كل ماي كلاينت المنتجات باسمها بس تحت صناعة مختبرات السوسر ممتاز هاي الرسالة اللي انا بدي يعني لانه في ناس كثير قاعدة بتسألوا كل مرة بسألوا نفس السؤال بالاخر المنتج مسجل نيجي نشوف اول اسم باسم الدكتورة الا مسجل باسم الدكتورة الا بنظام التصنيع التعاقدي فبيكون مصنع بمختبرات السوسنة لمصلحة الدكتورة الا يعني بمعنى يعني حتى الشهادة يعني سري على المقاطعة الشهادة تطلع السادة اسمها السادة شركة دكتور خالد يعني طيب ما بعد التسويق هلا ايش يعني انتي هلا ايش الارتباطك بالعملة ما بعد ما انه استلم منتجه يعني نحكي بتجزئيها يعني يعني ولا خلص سلمتي المنتج انتهت العلاقة بينك وبينه الا اذا بدي يصنع مرة ثالية لا يعني شوف هلا يعني بدرج انا كمان اظلني انه امتبع على الزباين يعني ايش انه كتار مهم الحمد الله بس بس انه هلا اول اشي دائما دائما بس توصل لبضاعة بعطي وان ويك ما بحكي معهم بعدين بطلب فيدباك عن اي المنتج عن الباكيجينج اذا موجود تمام اذا في اي غلط بالعد اذا كان في اي مواد فيها تالفي مثلا الكرتون ممزوعة او يعني بعطي وان ويك بعدين بقعد بتبع مع مي كلاينت اذا وصفهم ضاعة تمام هذا حكي بيكون بالعقود صح هلا يس طبعا طبعا اكيد يعني انت شفت اليوم اجاني انسبكشن راندم على بضاعة مفروض تطلع على برة بالضبط عرفت كيف كان معه بوكلت كامل صار دخل عملي ادت على الجي ام في تبعي بالضبط هم هاد لا بس يعني حلو يعني بس انه بشوف قديش الناس مهتمة بسلامة منتجهم وهيك لازم احنا كلنا نكون بصراحة بالاخر اسمك ومنتجك انا المصنع اوكي بس بالاخر اسمك احكي لنا وين منتجات او هلا من ضمن البرانز اللي انت بتصنعيها وين في منتجات برى الاردن او وين في عملة بيصنعوا عندك علشان يسوقوا منتجاتهم برى الاردن وين وصلتوا لأي دول يعني وصلين امريكا كندا روسيا قبرص يونان الامارات الكويت وين في 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 عندي ساوت افريكا عندي يوكي يعني هيك على المصنع الحمدلله و و ايجا برضو عندي ببانكوك تعرف انه انا معظم شغلي للبلاد الخارجية بلك بالضبط مفهوم بلك يعني بلك وبتعبى بمصانع فنش بره البلد هلأ انت يعني خلينا نحكي بالجزئية ثانية لما بلشت الكورونا اخدت ترخيص او اعملت افغريد لل جي ام بي كوم هذا الحكي صار بفترة ما الناس نايمة بالبيوت وبفترة شورونا شهر ثلاثة يعني احكي لنا كيف كان الاخشن يعني بصراحة انتو هلأ في عندكو كمان هان سينيتايزر بتصنؤ للناس احنا منصنع هان سينيتايزر هان الالكوهول سبريز منظفات فوم سوب كل شي يعني حولنا كامل احنا لساتنا شغالين كوزماتيكس لنا خط لحالنا فيه وعندي برضو سينيتايزر هلأ احنا بشهر ثلاثة موضوع الكورونا انا عندي مدك الديفايس بس لا يوجد عندي منتج مرخص الي او خاص الي عندي زبون مرخص تحت مصنعي وشتغلنا له بس ايش انا عملت كان في شركة متضررة بزبينها لانو تذكر كان الوقتي هالكحول مقطوع بالبلد صحيح وانا كان عندي كمية كحول عالية جدا يعني هي حظ صارت حظ اكتريته فروحنا مسكنا الشركات المقطوع وهذا دغري فورا يعني انت عم تحكي بتذكره هذا كان سبعة تحش ثلاثة نعم فضينا خط سكرنا المصنع في يومين سكرنا فضينا خلطاتنا وماكيناتنا وكل شي جينا جبنا الـ quality assurance عملنا SOPs جديدة كاملة 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 للماكنة وكيف تشغيلها رحت شريت ماكنة خط كامل رحت شريته وشريت خلاط جديد لانو بدنا نلحق على الكميات دغري SOPs نزلت تشغيل الخلاط تأكدنا كل شغال مضبوط وبلش وبعد وإن كنا برضو عم نسجل بالغذاء والدواء وقتها كان عنا كتاب رسمي من الغذاء والدواء إنه كانوا عندهم عينات من شغلنا وفحصينها بمختبرهم وعطونا إجازة تداول لـ 6 عبل ما نسجل المنتج إنه تطلع إجازة التداول طيب إيش في خطوط أو نعتبر خطوط منتجات يعني موجودة تحت المصنع إنتو في عندكم منتجات شعر في عندكم منتجات بشرة يعني يعني ما بتفكر طيب ما بتحكين يعني 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 شوف إحنا شغالين أو شي كوزماتيكس شغالين هم خطوط الإنتاج إيش يعني سوليد سامي سوليد لكويد يعني نوع البرودكت اللي انت عم تشتغله نعم بالكوزماتيكس إحنا بنعمل هير برودكت زيوت شامبوز بار سوپ فور ذي هير برضو إجا ترند صاروا الناس يحبوا البار سوپ للشعر بنعمل قلنا زيوت للشعر شامبوهات كونديشنر حمام زيت عندك للجسم من بادي بوتر لبادي لوشن لبادي سكروب للسيروم للوج دي كريم نايت كريم منتجات يعني كله كله كامل ما عدا المعاقمات والأسطح جديد صرنا ندخل فيها عشان الكورونا بس بكاكوزماتيكس يعني كامل حتى الماديكال دي بايس عندي أنا ألتراساونججل يعني هذا أيوداين يعني منفنع كمان شغلات تانية مش بس للسانيتايزر وهاي الشغلات نعم هلأ انت ما في براند خاص تابع للمصنع ولا كله منتجات عندي عندي براند خاص إلي اسمه آيريس نعم بس آيريس مش بلاك آيريس لا مش بلاك آيريس و بلاك آيريس اسم المعرض هذا عندي منتج اسمه آيريس ولا الكوزماتيكس بس بس بالتصدير نعم يعني ما مش شغالة فيه بالأردن هون لأنه البيعيز تبعي كتير عالي it's more of a niche product مش fast moving product يعني ما أدرش أنافس فيه بالأردن لأنه طبعا عندك طين بخمسمائة جرام بدينار وأنا عديها بسبعة دنانير نعم رح أضوع وقتي يعني للأسف حاولت ما زخط معي يعني هارفت هلأ لأنه وقف السوق الخارجي اشتغلنا اشتغلنا على بالسوق الأردني هلأ كيف الأوضاع بالتصدير يعني هلأ إذا في عندك عملاء حاب يصدر بس يمكن ما عندهوش الاحسز أنت بتساعد ناس يعني بتساعد طبعا 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 كل شي كل شي إحنا الميزة عنا نعطيكم support from A to Z خلص يعني أنت لازم تحط كل جهدك بيور marketing بيور strategy بيور كيف تسوق منتجك وأنا بعمل كل إشي كيف أطلع لك منتج جاهز ونضيف وزي ما بدك نعم ديما إذا في أسئلة بتكون إلها علاقة بموضوعنا كأسئلة بس أسئلة من الأسئلة اللي بتكرر وإلها علاقة بالبروجيكت ما بدنا إياها هلا أنا عم بتطلع لأنه في أسئلة هلا في أسئلة يعني إلها علاقة بتفصيلات البروجيكت والناس يعني يعني إنا 13 جلسة بنجاوبها فهي ما رح نجاوبها آآ يعني على حدكم بس أنا شفت سؤال لتكرر إيش المنمم order quantity بمصنعك يعني هاي هلا يمكن بنا نخليها ل آآ لكني أقول لك يعني أنا ما بدر أحدد هلا آآ هاي بنا نخليها لأنني ما بدرش أحدد لأنني أنا بعرف بإنه أنت كمصنع في عندك لمت معين بس هلا يعني كونه أنت من المصانع اللي رح نشتغل معها يعني خلينا نحكي أنت أحد المصانع اللي رح نشتغل معها في اتفاقيات علشان المستفيدات بإنه يكون في كميات مقبولة وضمن الإمكانيات تبعتهم بس إحنا ما رح نجاوبها هلا هاي لأنها أخير أخير هاي الأسئلة لو بتحب تبعتلي إياها يعني بوقت تاني أجاوبك عليها هاي قصص ضمان السرقة وغيره يعني يمكن قعدنا ثلاث جلسات نيجي نحكي فيها واللي بمهتم بالمشروع المفروض قرأ هايك تفاصيل موجودة بالتفصيل إحنا إيش قاعد رح نضمن للمستفيدين وغيره فبالتالي كمان شوف في عقود و عندك بلاوي شغلات طبما مفروض يعني كمان موجودين بالعقود فيعني ما في المراحل كلها من البداية للنهاية رح تكون ماشية سموثلي للأطراف كلها من ضمنها كمان طرفك لأنه في بعض الناس رح تكون وفي بعض المستفيدين اللي إحنا رح خد ناخدهم أصلاً ما عندهم فاملة فرح ناخد نستخدم يا إشي بتم التعديل عليه سواء بالجامعات أو من خلالك فبالتالي كمان هاي إلها علاقة ب كمان بحقوقك أنت مش بس والله شوف إحنا هدفنا بالآخر بدنا نبسط لزبون بدنا لزبون يكمل معنا بدنا يعني إحنا كمان بهمنا التصنيع عرفت كيف كل هاي الأمور إن شاء الله بتكون بسيطة نعم هلا بتصنعي أنت واقي الشمس لأنه سأل نعم بتصنعي واقي الشمس SPF أكتر من 15 ولا أقل من 15 لا لا في عندي ما هو أنت بتعرف الرينج من 15 نفس النسب لأنه أكثر من 15 كذما ستكل فبالتالي بده فحصات أكثر يعني هم يفهم أنه أكثر من 15 في كلف زيادة رح تنضاف نتج هاي هاي بتصفي إشي تاني يس بعدين حتى الرسومها بالغضاء والدواء غير رسومها 125 بينما هاي رسومها 25 25 هاي بدها فحصات على UV filters فكلفها شوية عالية يعني يمكن المنتج الواحد كستابلليتي للـ UV filters يجي كلفله 500 600 دينار يعني هاي من النقاط اللي بتنأخذ بعين الاعتبار ككلف إذا بده واحد بده الـ SPF أكثر من 15 بس هو كافي 15 لازم يعرف إنه كافي بالضبط هو كافي وزياد بالذات إحنا مش مسعودية يعني بالعكس إحنا هم هالشهرين اللي يعني يمكن الـ 2020 كانت غير بس إنه هي فعليا ما بتكونش الشوء سيف زي 2020 إن شاء الله لا يعني ساعة 37 يعني هلكناك ساعة أو شوي بالعكس أهلا وسهلا بكيكم آه يعني أنا مشكلة لو بالعرض بحب أحكي يعني رغم هيك أنا عندي مشكلة بشربكش مية كتير صراحة هاي مشكلة عندي إياها آها يعني يمكن كان الهدف بإنه إحنا نلقي الضوء على أحد المصانع اللي رح تشتغل معنا واللي رح يكون الهدف بإنه إحنا نوفر لجزع من المستفيدات ممكن إحنا رح نشتغل مع بعض المصانع ممكن حتى بره عمان لبعض المستفيدات اللي بره عمان بس كان الهدف بإنه نيجي نورجيهم بإنه في هدك هم مقاعدين بيفكروا في كيف بدين عمل كيف بدين عمل إنه هذا كله المصنع رح يشيله مش رح آه مش رح يكون وجعة هالراس اللي هم بتخيلوها وبالآخر على موضوع المنتجات الجديد آه فهاي كمان إحنا إحنا وياكي آه رح نساعدهم فيها آه موضوع المنتجات اللي آه حتى الترند الجديد الألوان الجديد كمان رح يعني آه في كثير آه مايكرو ديتيلز إحنا آه شراكتنا معك آه هلا رح تكون كلها آه مسخرة لفايدتهم إن شاء الله آه فبالتالي آه يعني إحنا مبسوطين آه دايما أنا مبسوط بشراكتنا معك آه 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 يعني إحنا يمكن دايلي بيسس دايما بنحكي بتفصيلات جلتك أنا آه يعني هذا كله آه بنجير فيه إن شاء الله ورح نتعبك معنا بس رح يكون كله لفايدة آه يعني إحنا ستين مشروع بدنا ستين مشروع بشهر ستة ستين أنا بحكيها يمكن كل جلسك وستين قصة نجاح الستين قصة نجاح إحنا بدنا نكون مبسوطين إنه كنا جزء من قصة النجاح هاي وبالعكس رح نكون مبسوطين بإنه هاي قصص النجاح تكمل بعدين وإنها توصل آه 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 وين ما وصلت بي آه بأقصى الحدود بالعكس هذا الحكي رح يكون آه رح يبسطنا فا إن شاء الله أكيد شكرا هلا لا بالعكس يعني شفيه بالآخر كان لازم فيه جزئيات بموضوع الـ Quality وموضوع الـ SOP والـ GMP كان لازم نحكيها آه يمكن بعض المستفيدات ما عندها الـ Packy Ground بس مهم إنهم يعرفوا إنه بس هموا بالآخر حتى لو ما عندهم الـ Packy Ground في بعضهم قاعدين بيصنعوا بالبيوت بدهم يعرفوا قديش فيه تفصيلات صعب إنها تنعمل ببيوت طب ما هو الهوى الهوى لحاله بيعمل غبرة بالمنتج بالضبط بالضبط نعم شفت وضغط يعني يعني قديش فيه منتجات بتضطر تقيسي الـ PH علشان تيجي تتأكد بإنه الأمور تمام مش بضطر غصبا عني بعملها لكله حتى بالضبط يعني أنا حكيتك هدي كل مرة تذكرها بالنبع بتغري إسلي الـ PH على السريح بالضبط يعني هاي التفصيلات تخيلي يعني منتجات بتتصنع بس إنه أنا قاعد بخلط مواد مش عارف بأنه أنا درجة الحموضة هاي ممكن تعملي هاي مؤذية هاي هاي كلها التفصيلات اللي بتصير بالمصانع مش بس والله موضوع قوانين وإنه والله هيك الغذاء والدوابط بالآخر هاي علشان نوصل لمنتج لما ينحط على الجلد لما تستخدم إذا الشخص بده يستخدم المنتج على حاله ويغامر لازم على الأقل يستخدم ويكون عارف بأنه هذا المنتج مش راح يذرني فمش راح يذرني بي أتش لحالها يمكن حكيت أنا وياكي مرة بالصابون بالتلاتة هاي باي دوابط بدي أرجع لك فيها أبيرت لمواصفة الأنتي باكتيري لسوب هيك بالضبط ولا واحدة من الشغلات اللي إحنا عملناها مع الجامعة الألمانية إنه سوب بتصنع بأحد الطالبات مش كنت قلتلك بدي أبعط لك طالبات من الجامعة الألمانية تصنعي لهم سوب مزبوط راحوا أخذوا راحوا شافوا ست على الفيسبوك وصنعوا السوب الصابون محا لما قستلهم البي أتش بالجامعة الأردنية كان 13 عشرة آه ندل لك منهم عشرة هذا 13 يعني هذا نظف سيارات نظف عمامات يعني هذا بالآخر قاعدي هذا شغلة نظفي في بلات هذا الصابون قاعد بنبع على الفيسبوك والناس مبسوطة عليه والقاعدي والبي أتش تبعته 13 ما بقدر أنا أضمن سلامة منتج وأنا قاعد بصنعه بدون أشيك بكل مرحلة على هيك على سلامت آه فعلشان هيك هاي النقاط كثير كان لازم نحكيها يعني حتى إن شاء الله كنفتكم يعني فيعطيكي ألف عافية يعني تحضر لا بلاك شكرا إلىك دكتور لا لا بالعكس آه بالعكس وإن شاء الله بنكون يعني كمان خلال المرحلة الجاية بعد شهر واحد بعد ما نختار للستين رح تكوني معنا بأكثر من مرحلة علشان كمان انفيدي المستفيدات بموضوع احتيار المنتجات وغيره إن شاء الله إن شاء الله دكتور أنا جاهز يعطيك العافية بالعكس مع السلامة جميعا شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا